السريع المفاوضات ليتم أن يكون هناك تعريف واضح لآلية التنفيذ وبالتالي هذا الشيء يعني يخدم المنطقة آلية التنفيذ من اللي ممكن يرائب التنفيذ وإزاي ممكن يرائب التنفيذ آلية التنفيذ هي بيتم تحديدها من الفريق التقني المؤلف من عدة دول أو من جميع الدول فهذه ونحن نذكر موضوع المفاوضات يعني هو هذا اللي نذكره وطبعا هذا الموضوع بشكل كامل ويرجع للدول وطريقة انتفاقهم بعد ما يتم تحديد آليات التنفيذ ويتم موافقة عليها من جميع الدول ومن جميع الأعضاء الاتفاقية باريس ومؤتمر المناخ ويمكن هون بيبلش دورنا نحن كمنظمات دولية وخاصة كبرنامج المتحدة للبيئة ممكن يتحدد دور لنا محدد أو ممكن نحن ندعم الدول للوصول إلى هذا الصندوق من ناحية تقنية من ناحية تقديم البروبوزل تقوية القدرات وإلى آخره ولكن تحديد آليات التنفيذ التعاريف في البنود هذا موضوع بيرجع للدول واتفاقية المناخ لكن الأمم المتحدة بيبقى دورها الإشرافي أساسي؟ أمم المتحدة يبقى دورها طبعا حسب المنظمات يعني نحن برنامج المتحدة للبيئة فعلنا جزء معين من الدعم ولكن في جزء كبير من المنظمات الأخرى الموجودة وكل من يعني كل منظمة بتساعد بحسب الماندة التبعة وبحسب المطلوب منها بشكل عام دور الأمم المتحدة هو يأتي للدعم لتسليط الأمر الواقع دعم بناء القدرات دعم بتنفيذ المشاريع استضافة الصناديق الجديدة أو الإنشيات الجديدة وتلبية سد الفجوات التقنية بالمنطقة بناء حاجات المنطقة إن شاء الله بتتوقع إن احنا ننجح في كوب 27 ونطلع بكل النتائج اللي عايزينها؟ نأمل نأمل لساتنا بالبداية أنا أقول البداية يعني البدايات مبشرة البدايات مبشرة مع أنه الواقع للأسف يعني صعب يتطلب يتطلب مجراءات سريع زي ما الرئيس السيسي قال هي قمة إنقاذ كوكب الأرض الحقيقة صحيح صحيح يعني والملفت بكلمة الرئيس السيسي هو ركز عموضوع الإنسان على تأثير الإنسان بتغيير المناخ صحيح هذا الموضوع كان مهم سواء من ناحية الضرر سواء من ناحية الحياة الإنسان بسبب تأثيرات تغيير المناخ وإلى آخره كمان كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قوتيريس قال يعني لا يزال هناك أمل لا يزال هناك فرصة ولكن شعاع الأمل ضعيف صحيح فإن شاء الله يكون في تسريع أنت بتشارك في قلسات أيضا دكتور طريق نحن ناجوم المتحدة طبعا نحن موجود دين بالديلغيشن كبيرة متقريبة من 30 شخص منحضر جلسات التفاوض اللي قريبة للماندت تبعنا سواء بموضوع الشفافية بموضوع التكيف وإلى آخره ندعم الفريق المفاوض بأي معلومة بحاجة إلها عنا فعاليات جانبية كثيرة أكثر من 70 فعالية متعلقة بالمتغيشن بالتخفيف بالأدابتيشن وعنا طبعا دور تقني محدد لدعم سواء الرئاسة أو سواء الاتفاقية بمواضيع محددة تقنية يعني إلى علاقة بالموبيلتي بالتنقل بالمدن بالإمبعاثات من الأبنية وعدة مواضيع بنتمنى لك التوفية دكتور شكرا شكرا ونورتنا في كلمة السر شكرا على الاستضافة شكرا لك دكتور طرق الخوري ودلوقتي نروح لفقرتنا التالي